اشتركوا في القناة سين دولار مكالمة ولا مثل هاللي يشتغلوا ولا انا ابعت لك كيلو عسل انا ما ابعت ريحوا حالكم اساعد الناس وان شاء الله تكون في ميزان حسناتي وهذا البرنامج انا بقدمه عن روح والدتي لكن يا اخوان في العلم الحديد حتى الدراسات الامريكية في الجامعات الامريكية تكلموا انه هذه العشبة تقضي على نسبة عالية من مشاكل الاورام والسرطان وهذا من واجبي من خلال هذه القناة اعطيكم هذا الشيء اللي هي نبتة الشيح نبتة صحراوية مشهورين فيها في الوطن العربي موجودة عند كل العطارين حتى العطار وين ما كنت في اي دولة ما يعرفها انت ما تعرفها كانسان عادي العطار بيعرفها ابدا كانوا يستخدموها اجدادنا الها رائحة جدا نفاثة ياريت انه نضع صورتها الها اوراق رائحتها عطرية لكن مرة الطعم مرة مرار شيء لا يطاق لكن بياخدوها مش لا يطاق يطاق لكن فوائدها فوائد جدا عظيمة ابعونا الله سبحانه وتعالى استخدموها اجدادنا حتى دخلوها بالوصفات بالطب البديل وكانوا يتناولوها لا بد انه تكون في بيوتهم خصوصا بفصل الشتاء لانه بتحميهم من مشاكل واعراض وامراض البرد شو رأيكم؟ انا حاب اليوم اني يعني استفيد في هذه العشبة عن خصائصها ورخيصة الثمن رخيصة يعني الثمن انا علقوا علي بعض الاخوة انه انا تكلمت على عشبة قالوا لي لا سعرها بها القدي حكيت لهم حرام عليكم ما اريد انا بعض العطارين انه يعادوني لكن رخيصة الثمن يعني الفقير بامكانه انه يشتريها ما بدي احكي الثمن خيصة لكن هذه العشبة حتى بترعاها الماشية الاغنام اللي احنا بتناول لحومها وبتنزل مع حليبها واذا بنتناول من هذه الاغنام البلدية اللي بترعى من الاعشاب مش بترعى خبز ناشف في الشوارع حلا فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا كان ما عندهم هذه الامراض اللي هي دارجة في مجتمعاتنا في مدننا في قرانا اللي صدر خواتنا ورحم اختي واختك سرطان وامراض نازلة في الاطفال وفي الكبار فبالتالي هذه النبتة تستخدم كاملة هي وعروقة واوراقة هذا بالبداية لكن من خصائصها كمان انها فوائد جدا عظيمة انها مطهرة للبدم من خصائصها انها طاردة للديدان من البدم وين في ديدان بإمكان ان نتناول من منقوحها قدر كاسة الشاي بلاش مج كبير وكاسة كبيرة قدر على مرحلتين باليوم مرتين باليوم ملعقة صغيرة على كوب المي نصب عليها المي السخنة تتنقع مثل الزهورات نشرب المنقوع مرتين باليوم رحين تشوفوا الخصائص العجيبة اذا عندكم من الامراض لانه اجدادكم كانت هاي صيدلية تحوي ويستخدموها للكثير من الامراض والاعراض اللي تصيبهم اذا كانوا يستخدموها انها قاطعة وبتخرج البلغم اللي دايما الرئتين عنده بتفرز بلغم وامراض موجودة فبالتالي قاطعة ابعونا الله سبحانه وتعالى للبلغم وايضا بتذهب الفواق وايضا بتخفف من سكر البول وهي بتخفض السكر ممنوع تتناولها اذا انت بتتناول ادوية السكر لانه بصير عندك وبوط بالسكر ممكن تدخل بغيبوبة ولها اعراض رح يعني اقدمها واتكلم عنها في نهاية ما اتكلم عن هذه النبت اللي هي نبتة الشيح النبتة العربية النبتة الصحراوية والفوائد العظيمة اجدادنا زمان كانوا يحرقوها ويعملوها مثل الرماد ويخلطوها مع دهن الخاروف اولية الخاروف او ايدهم وكانوا يضعوها على الثعلبة اتنبت الشعر خذوا ببلاش يلا حسن خليفة صنع لكم منتجات كثيرة الي من المنتجات المرخصة لكن انا ما اريد ان اقولكم هاي منتجات يشوفوها القاصية اللي عندهم التعلبة هذه ما اريدكم انكم تسمعوها بس اسألكم بالله انكم تحفظوا اذا حرقنا الشيح واخذنا الرماد ما تبقى وخلطناها بلاش بالدهن بالفازالين ودلكناها على مكان التعلبة اصبروا بس اسبوعين ثلاثة راحين تشوفوا حتى ما بتنتشر هذه وصفات اجدادكم زمان حتى بتزيل الحزاز اللي عندهم حزاز في الجل نفس الوصفة هذه المجربات انا عندي من الكتب وعندي من المعاجم اللي اللي من مئات السينين تعرفوا اختصاصي ولفيت المغرب ولفيت الجزائر ولفيت تونس ولفيت سوريا اللاذقية طرطوس اللي بتكم اياه امريكا نيويورك ابدا فبالتالي مصر خلينا نستفيد منها الخصائص والمجربات اللي فعلا انا بقدمها لالكم باذن الله سبحانه وتعالى اجدادنا كانوا يحرقوها بالبيوت لما كانوا شكوا انه في حية او في عقرب لانه هذه طاردة للهوام طاردة للهوام يعني كل شيء بيسبح ما بيضل شيء تبخير في البيوت اللي بيشك انه عنده حية اللي عنده عقرب تعرفوا الناس كثيرين ساكنين بالقرى وفي هالسهول وعند أسوار وخرابات وما أشبه فبالتالي يستفيدوا من خصائص هذه النبدة احنا ما دخلنا لسه بالصحية لكن هذه العشبة تمنع عن المرأة المرضع لما تتناولها مرارها بينزل بالحليب بينفر الطفل وتمنع عن المرأة الحامل لا تستغني عن اللي بطنك إذا تناولتها بدك تتناوليها خلاص انتهى حملك لأنه احنا أيضا بنوصفها للنساء اللي عندها احتباس بالدورة الشهرية عندها احتباس فبالتالي هذولا أجداد نعشبة الشيح والقيصوم والبعثران والجعدة هذه ممنوع أبدا كلياتها مجهضة للمرأة الحامل ولو أني أنا ما بحب أحكي بهيك مواضيع على الآواء مباشرة البعض باستغل هذا الكلام لكن أنا من واجبي العلمي ومن خبرتي أني أنا أذكر الناس يعني وحد حامل تحكي لك لأ فوائدها وأنا خافي أنه عندي سلطان فخلينا أتناولها زيادة الجرعة إذا جاوزنا الجرعات مصيبة لا تتجاوزوا الجرعات ولا تتجاوزوا أربع أسابيع يعني سبعة وسبعة 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 عدوهم أكم من يوم أربع أسابيع هذا فقط كفاية حتى لو كنت عندك أورام وعندك سلطان بإمكانك أنك تشوف أنه أنت استفدت أو لما استفدت خلال أربعة عشر يوم فقط شوفوا هالخصائص إحنا ما نجيب شيء اقرأوا عنها العشبة اقرأوا الجانعات الأمريكية شو عملي بحوث عنها إحنا ما نحكي عليهم هذولا بتوع أمريكا لفينا أمريكا وشفنا شفناهم لكن إحنا نحكي على تجارب العرب ابن سينا وداود الأنطاكي الرازي شيوخنا اللي عندهم كانوا خبرة ولا زال علمهم بالدرس الآن كان من بخارة أو من أفغانستان أو من إيران أو العرب فبالتالي استهلاكنا واستهلاكم لهذه الأعشاب كانت لابد أن تكون موجودة في بيوتهم إذن رائحة عطرية طعمها أو مذاقها مر إذن دخلت في العلاج الشعبي عند العرب وفي البادية الخصائص العظيمة ما لها أضرار مثل أضرار الكيماوي لما نتناول الكيماوي بوقع شعرنا تعرفوا شو اللي بيصير في الجسم جسمنا كلكم تسمعوا عن الكيماوي أنا مش ضد العلاج بالمستشفيات لكن أنا أحكي على خصائص شيء أتكلم عنه أتكلم أنه فعلا ما بيحرق الجسم ما بيخلصنا من هالأمور مثل ما بدنا لكن نشوف إذن بتمنع انتشار الخلايا السرطانية وإعادة بناء الجسم إعادة توازن الجسم هذه العشبة اللي هي أوراق الشيح الفوائد والخصائص العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى إذن بيكفي إنه بتخلصنا من السموم المتراكمة في بدنا والله كلكم بتشموا ريحة أو عوادم السيارات والهوى الملوث والأتبة الملوثة واللي بيشم دهان واللي في بيته رطوبة يعني كل ياتنا معرضين من الصغير للكبير فبالتالي إذن بتخلصنا من السموم إذن بتعالج مشاكل الجهاز الهضمي وضد المغص وآلام البطن كانوا يستخدموها إنها عشبة ضد البرد ضد المغص فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه العشبة مقوية لجهاز المناع بتقوي جهاز المناع إذن حتى من خصائصها إنها قاطعة للإسهال وبتخرج الديدان من الوصفات المعروفة الشيح وبتخفض السكر بعون الله سبحانه وتعالى مدرة للحيض المحتبس للنساء اللي بتحس إنه حيضها محتبس وما عم تنزل للدورة الشهرية معها صحيحة واللي عندها نقطة بعيدة عنكم فبالتالي بتستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى إذن تعتبر في هذا الفصل هي علاج للبرد وأمراض البرد حتى مشاكل العظام برد العظام اللي بينخر البدن إحنا حكينا البرد سبب كل علة فبالتالي إذن حتى بتنشط الكبد وبتنشط وظائف الكبد بعون الله سبحانه وتعالى إذن حتى من خصائصها إنها مفيدة للتشنجات اللي عندهم التشنجات وأيضا بتهدي الحالة النفسية وأيضا اللي عندهم الوهن وعندهم الاكتئاب هذه العشبة مفيدة ناخد منها ملعقة صغيرة على كوب من الماء يصب عليها الماء الساخن ساخن نتركها لما تصير فاترة نشربها مثل الشاي الكثيرين من العرب لما يعملوا إبريق الشاي بيأخذوا القليل من هذه الأوراق وضفوها على إبريق الشاي بحيث تعطيه نكة الشيح نكهة رائحة وطعم نكهة جدا رائعة وطعم جدا رائع فبالتالي بيستفيدوا من خصائصها هذول العرب هذول أهل البادية هذول اللي كانوا فعلا كل علاجاتهم هي علاجات طبيعية إذن حتى مفيدة للوسواس القهري وبتحفز الشهية محفزة للشهية وإذن بتزيد معدل الخصوبة للي عندهم ضعف نساء ورجال فوائدها شوفوا هذا الكنز اللي بين إيديكم رخيصة الثمن رخيصة عارفين إيش رخيصة هذه مش خلطة ولا خلطة ولا اللي تشوفوها علب مكملات غذائية تنباع بالإنترنت وتوصيل ونوصل لك من دولة لدولة لا والله موجودة في كل دول العربية موجودة بالأردن بكثرة وبالسعودية وفي الخليج وفي المغرب وتونس وأيضا في سهول تدمر في سوريا وفي جبال سوريا وفي لبنان وفي فلسطين فبالتالي نستفيد من خصائصها استفادوا منها الناس استفادوا منها الناس بعون الله سبحانه وتعالى إذن بتخفض مستوى سكر الدم وبتخفض من درجة الحرارة اللي عنده بداما حرارتهم عالي أيضا مزيلة للعرق وأيضا مفيدة ذكرت بالبداية أنها علاج للثعلبة علاج للثعلبة أيضا لكن من موانحها أنا دائما بحكي أنه اللي عندهم تحسس من بعض الأعشاب بتبين عليهم من أول مرة وثاني مرة يبتعدوا عنها أيضا اللي عندها حمل يمنع منعا باتا أنه تتناولها المرأة المرضع رح ابنها يشرب هذه العشبة يحس بمرارتها مع الحليب راح يفطم نفسه في نفسه فهذا ممنوع إذن الأفضل أنه نخذنا عشرين ثلاثين جرام نغليهم بلتر من الماء نصفيهم ونشرب قدر كاستين باليوم ونستفيد من خصائصها الخصائص العظيمة وما نستخدمها أكثر من أربع أسابيع حتى اللي عندهم قرحة المعدة أنا ما بنصح أنه يتناولوها مع أنه هي بتعالج الكثير من مشاكل الجهاز العظمي لكن اللي عندهم القرحة يبتعدوا عنها ما بتلزمهم أسأل الله سبحانه وتعالى إني قدمت القليل القليل من خيرات الله عليكم من خيرات الله اللي كانوا يستخدموها أجدادنا بحيث الله سبحانه وتعالى يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم في نشر هذا الموضوع للناس أو حتى كل شيء اسمعتوه وفهمتوه منها الخصائص العظيمة لهذه النبتة اللي هي نبات الشيح أو أوراق الشيح اللي موجودة في كل الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة